هل يعني هو من المفترض أنه أكيد هيكون فيه تنصيق متبادل ورؤى متبادلة مش فقط فيه ملف مكافحة أو مجابهة الإرهاب أكيد هيكون فيه تبادل رؤى سياسية وستراتيجية في كثير من المناحي ده يخليني أتكلم مع حضرتك في الإدارة الأمريكية الجديدة وهل من الممكن أن التنصيق اللي هيحصل بين الدول العربية هيقلل من أي رؤية أو رغبة من القيادة الأمريكية الجديدة في السيطرة أو التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فيه قرارات أو فيه يعني أي ظروف تخص الإقليم خليني أشوف مع حضرتك فيديو ونرجع نجيب على هذا السوء فضل المترجم للقناة طبعا مع حضراتكم الكلمات اللي أشار إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن أعتقد أن الفيديو ده ما بتجوزت الدقيقة لكن في رسائل كتير جدا جدا رسائل أنه مش بس هو بيشير لسياسات الخاطئة من وجهة نظر واللي كان بيتعامل بيها الرئيس السابق دونالد ترامب لا كمان هو شايف أنه فيه أخطاء وقع فيها وهو عايز يغير الأخطاء دي وأشار كمان في كلامه لتدخل أي أن كان نية بايدن في التدخل لكن أشار لدول عربية هو شايف من وجهة نظره أنه محتاج أنه يكون فيها استقرار فخليني أعرف تعقيب حضرتك على هذا الكلم يعني هقول يعني أنا شايف إيه من كذا الزاوية الزاوية الأولى هناك محاولة منذ أن كان دونالد منذ أن كان جون بايدن مرشحا حتى صار رئيسا اللي هو تجاوز إرث ترامب يعني هو بيحاول يقول هو كان شيء وكد الدولة سياسات ترامب في أي حاجة حتى لو من جوة مقتنع أن هي كانت صحة هي المصاري العكسي لسياسات ترامب في كل شيء وخاصة طبعا فيما يتعلق بأمريكا أولا يعني فيه فكرة الانكفاء الذاتي على الداخل هو بيحاول يقول أنها أخرج للعالم بشكل مختلف وحتى برزت فيه القرارات التنفيذية اللي اتخذها ووقعها مع دخوله اليوم الأول للبيت الأربية لكن فيه نقطة تانية اللي هي خاصة بالأزمات اللي هي تقص منطقتنا زي سوريا وزي اليمن وزي غزة أنا مش يعني لحد الوقتي مش عارف إيه هو رؤيته اللي هتخلي الأزمات دي تتحل ومن ثم يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة يعني هتعامل إزاي يعني ممكن شوية أن سياسات ترامب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان فيه ممارسات تؤدي إلى تصفيتها في كتير من الأحيان خاصة على صعيد عدم تدفق التمويل لمنظمة التحرير وبعض الوكالات الإغاسية الانحياز الأعمى لإسرائيل هل الكلمات اللي قالها حالة نوس معناها مع حضرتك دي تعد امتداد لسياسة وستراتيجية الحزب الديمقراطي؟ شوفي ممكن في جزء منها لأن تملي الديمقراطيين بمختلفين شوية مع الجمهورين لكن لازمنا نحن نتحدث عن المئة اليوم الأولى بيبقى فيها تصرحات كتيرة ولسه هو بقى يشوف لأن الملفات كتيرة يعني ممكن لا يكون بهدف مثلا أنه الرأي العام في الإقليم العربي أو في فرق الأوسط يتعاطف معاه؟ بس يعني الفكرة حتى التعبيرات اللي هي استخدامها قبل الرسول عليه الصلاة والسلام دي بردك دي بيبين للجاليات العربية المسلمة أن الممارسات مش هتبقى ضدهم واللي عايز أقوله الإسلاموفوبيا بردك مقالش مرتبط بترامب يعني هو غير موجود مثلا في الولايات المتحدة موجود في دول كتيرة جدا صحيح فرنسا مثلا لأن اليمين المتطرف اللي موجود في كتير من والتحكم بقى في مستوى اللبس يعني زيارة دور العبادة الدينية لكن اللي عايز أقوله يعني الملمح اللي أنا شايفه بدرجة رئاسية هو عايز يقول أنا مختلف عن هذا الشخص اللي هو أولا جاي من خلفية مختلفة للغاية يعني واحد جاي من عالم المال ورجال الأعمال ابتدأ قيد أكبر دولة في العالم لكن قدع على مزاجه وبيغررت يعني يعني الأربع سنوات اللي قدعها ترامب في البيت الأبيض جزء منها إدارتها عبر تويتر وليس عبر الإدارة بتاعته الحوار مع أعضاء الكونجرس أو أغيره لكن اللي عايز أقوله إن المسألة لا ترتبط بتصريحات لأن كلنا ممكن بالكلام كويس جدا لكن على مستوى التنفيذ يعني اللوبي السجوني اللي موجود داخل مراكز البحث والتفكير وسائل الإعلام لوبيات الضغط شركات العلاقات العامة هتقدر تسيب بسهولة إن يبقى بايدين داعي من القضية الفلسطينية أو يتم لأن مصر كجزء منها من تحرقاتها يعني على مدار الفترة الماضية إزاي نستعيد الزخم بالنسبة للقضية الفلسطينية ونحاول نتحرك سواء مع الدول العربية الشريكة ومع الأردن على سبيل المثال الزيارة القبية سيد رئيس المخابرات العامة مع رئيس المخابرات العامة الأردنية ومقابلة الرئيسة بومازن منذ أيام قليلة لكن دعنا نتحدث عن كيف يمكن التقاط مثل هذه التصريحات والبناء عليها إذا كانت لهذه الإدارة إن هي فعلا إن هي تحقق لها يعني على الأقل خيوط تماس معنا في سبيل دعم هذه القضية أنا للأسف في وقتين تعمى حضرتك أنا بشكورك جدا دكتور محمد رازي العرب مدير وحدة شؤون العربية والإقليمية مركز الأهرام للدراسات الاستراتشي شكرا يا فرندم بشكر حضرتك بشكر حضرتكم ثلاثاء القادم يتجدد لقاءنا معاكم وإنت المحور إلى اللقاء